هذا ونددت نخب أكاديمية في نينوى بأفعال مسؤولي المحافظة وآخرين دخلاء عليها التي تولي أهمية لمصالحهم الشخصية على حساب مصلحة المواطن مؤكدين أنه كان من الأولى صرف تلك الأموال على مدن نينوى المدمرة بدلا من تقديمها كهبة للسياسيين متنفذين في محافظات أخرى مقابل مكاسب حزبية ضيقة هناك صندوق إعمار المفروض أن يتم مناقلة هذا المبلغ إلى صندوق الأعمار أو إلى أحد الدوائر الخدمية التي تقدم مشاريع خدمية للمحافظة ولكن هذه المجاملات السياسية في وقت الانتخابات هي من عكست كل شيء موجود في أرض الواقع على هذه المحافظة للأسف مسؤولي محافظة نينوى لم يفكروا في هذه المدينة ولكن كل تفكيرهم وجل تفكيرهم يصب في مصالحهم الحزبية أو السياسية أو المجاملات على حساب المواطن وحساب محافظة نينوى تحت أي بند قانوني سوقت أو حولت هذه المبالغ لا أحد يعلم فنرجو من وزير التخطيط ووزارة المالية متابعة هذا الأمر لأن محافظة نينوى بحاجة إلى هذه المبالغ كان ممكن أن تدور هذه المبالغ من عام 20 إلى 21 لعادة إعمار بعض البنى التحتية في المدينة لكن ما قامت به محافظة نينوى شيء مشين ومعيب ترجمة نانسي قنقر